أذهب إلى جونيس بيرج وضيف الكريم السيد كوباي من هناك رئيس جنوب إفريقيا السيد سيرير رمفوزة دعا إلى تغيير جذري في خواعد المؤسسات الدولية الحالية لكي تتلأم مع احتياجات المجتمع الدولي ما المطلوب بالفعل لإصلاح هذه المؤسسات المالية المؤسسات الاقتصادية العالمية الموجودة حاليا؟ أسمعك بالتأكيد سيد كوباي وأعيد عليك سؤالي مرة أخرى السيد رئيس جنوب إفريقيا السيد رمفوزة دعا إلى تغيير جذري في قواعد المؤسسات الدولية الراهنة لكي تتلأم مع احتياجات المجتمع الدولي ما المطلوب فعليا من أجل إصلاح هذه المؤسسات المالية والاقتصادية؟ أولا إن الأمر مهما للغاية والرئيس قد ذكر أن هناك تغيير جذريا يتحتم عليها ويتحتم على الدول بريكس أن تعمل عليها